أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله لإذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فأنفولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم أما بعدكم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرضت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن له للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث قرضت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوكم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إلا الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقدل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلا لله وإلا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج الميت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكل عليم إلا الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيناوا فأولئك طوب عليهم وأنا الطواب الرحيم إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس موما وما أنزل الله من السماء مما إنفى أحيا به الأرض معظماتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن ألاس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمن وشد حبا لله ولو إلى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد عذاب إذ تبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لأن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا مننا كذلك يريده الله آمانهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الله سكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لأقولكم أدوكم مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفين عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي أنعقوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إلا ما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم القنزين وما أهل به لغير الله فمن ذطر وغير باقي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الأليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأنهم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البرونة والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرونة الآمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والبؤس وابنين في البأس وضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُطِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ بِالْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرْنِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُوْثَى بِالْأُوْثَى فَمَنْ عُفِّ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ مِّلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ يَعْتَدَى عَلِيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقُصَاصُ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونُ كُتِبَ عَلِيْكُمْ إِذَا أَحَدَاءَ أَحْدَكُمُ الْمَاطِينَ تَرَقَ خَيْرٌ وَلِلْوَصُيَّةٍ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِلْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعُهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَلَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الإسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولاعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون أحل لكم ليلة تصريا من رفض إلى نسائكم فهن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون عفسهم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروه لابتقوا ما كتب الله لكم أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأصوى خيط الأصوى من الفاجر ثم أطموا الصيام إلى الليل ولا تماشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حضور الله فلا تقربها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالماطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهل الله قل يا ما قيت للناس والحاج وليس البرو بأن تأتوا البيوت من تظهورها ولكن البرو من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إلا الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل ولا تقاتلوكم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيك فين قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافنين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك وأحسنوا إن الله يحبوا المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر بالها من الهادل ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو بهيدا من رؤسه ففذيتم من سيام أو صدقتين أو نسوكا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادل فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك شرط كاملا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشه معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفظ ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن لخير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس البنوى عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تبدغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث وفضوا الناس واستغفروا الله إلا الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلكم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما له في الآخرية من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرية حسنة وقنا ذا بلار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم في أومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلمه فهو ألد الخسام إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحدث والنفس الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته عزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بإسلم هذا ومن الناس من يشري نفسه ابتقاء مرضات الله الله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمن دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن له لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سالبني إسرائي لكم آتيناهم من آيات بينا ومن يبدل لعبة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا طو الدنيا ويسخروا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فمعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغير بينهم فضى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي خلوا من قبلكم مستهم البأسة والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلا نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقوا من خير فللوالدان والأقرابين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإلا الله به علي كتب عليكم القصاقتان وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير شر لكم الله يعلم أنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الفتنة أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حفظت أعبالهم في الدنيا والآقرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أرزون رحمة الله الله غفور رحيم يسألونك عن الخبر والمسجد قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لكم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمتوا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجباتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدوا مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة والمغفنة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيظ قل هو يذنفع تصل النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إلا الله يحب الطوابين ويحب المتتغرين نساؤكم حرث لكم فأطوه حرثكم الناشئة مقدموا لأنفسكم واتقوا الله على مؤمنكم لاقوا بشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسلحوا بين الله الله سميع عليم لا يواخذكم الله من لغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يقلون من نسائهم تربصوا 14 فإنفاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا التلام الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بعنفسهن ثلاثة قروق ولا يحل لهن إن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برضهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن ضرجة الله عزيز الحكيم الطلاق بروتال فإن سيكون بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لهن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف فلا يقيم حدود الله فإن قفت من لا يقيم حدود الله فلا جنى حاليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنك حزازا غيرا فإن طلقها فلا جنى حاليهما أن يتراجع إن ظل أن يقيم حدود الله وإن قفت من لا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروفن وصرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن دران لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقضوا لما نفسه ولا تتخيوا آية الله غزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيدكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعدلوهن ينكحنا سواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك مسكلكم أطهر الله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملا لمن أراد أي طيما رضعا وعلى المولود له رزقهن وقصتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن فراد فصالا عن فراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تستدعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتعفل منكم واذنون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغنا جلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تععدوهن صرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا وقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروا وعلموا أن الله غفور رحيم وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقوا من النساء ما لم تمسوهن وتفردوا لهن فريضا ومتعوهن على الموصع قدره وعلى المقدر قدره ما تعمل معروفا قرار المحسنين وإن طلقوا هن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضا فنسمه وفردتم الله أن يعفون ويعفوا الذي بيده وعقدت النكاح وأن تعفوا وإقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعبلون مصير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قاندين فإن خفتم فرجالا أو ركبالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين تعفون منكم يذرون أزواجا وصميطا لأزواجهم متان إلى الحل غير إخراج فإن خرجنا فلا جناحانيكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم ولي المطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرد الله قردا حسنا فيدعفه له أدعفا كثيرا الله يقبط ويفسط وإله ترجعون ألم تعي إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالد ملكا قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم أتسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجيس الله يؤتي ملكه من يشاء الله واسعون عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التبوت فيه سكينة من ربكم ووقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إلا في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالطالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بالحرف من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا توقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يذنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفر علينا صبر وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزبوكم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة معلمه مما يشاء ولولا دفع الله إلا سبعدكم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله أغذر فضل على العالمين تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم